السلام عليكم أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال ولا تنسوا الضغط على زر إيجاب للفيديو وتعليق بخصوص الموضوع نعيمة بحمالة تقصف دنيا باطمة لوجه ديالها طويل والمنتج البحريني محمد الترك ينظم مسابقة غنائية ويتعرض لانتقادات إليكم التفاصيل قرر المنتج البحريني محمد الترك تنظيم مسابقة خاصة بالغناء وأعلن عبر حسابه الخاص بموقع التوصل الاشتماعي الإستغرام وكشف محمد الترك عبر خاصية ستوري بحسابه على الإستغرام عن شروط المشاركة في المسابقة التي سيطلقها عبر حسابه بتطبيق تيك توك وتداولت مختلف الصفحات المهتمة بالفن والمشاهير خلال الساعات الماضية تصريحات للفنانة نحيمة بحملة على نطاق واسع تنتقد فيها الفنانات اللواتي أصبحنا يلجأنا إلى ميدان التمثيل بدون تكوين أو موهبة وذلك أثناء حلولها ضيفة في أحد البرامج وذكرت الفنانة نحيمة بحملة أن ميدان التمثيل بات يشهد نوعا من العشوائية والفوضى قائلة نرى مجموعة من الفنانات اليوم ضعيفات على مستوى الآداء لم نحد نشهد الجودة في الأعمال ومن هبى ودب يدخلوا للميدان وأصبحت الشروط مختلفة أهمها الشكل الخارجي للفنانة وأن تتوفر على بعض مقاييس الجمال التي أصبحت تتشابه ومصطنعة فكيف يمكن لبعضهم أن ينجح في التمثيل وأضافت نحيمة بحملة بعفويتها المعتادة قائلة كلهم ولوا بيضات وعندهم الحناك وبالخصوص يحدد منهم ولوجهم طويل لتتير تصريحاتها الجدل بين صفوف نشطاء التوصل الاشتماعي فالبعض منهم يشاطرونها الرأي ويعتبرون أن العديد من الممثلات اليوم يفتقرنا إلى الموهبة في حين قال آخرون بأنها تقصد بكلامها الفنانة دنيا باطمة نظراً للمواصفات التي ذكرتها حيث علقت إحدى الناشطات بأسلوب ساخر قولوا الدنيا تكلم وقالت أخرى كل شيء لو جههم طويل كتكلم على دنيا باطمة فكان هذا هو فيديو اليوم وإلى فيديو قادم إن شاء الله إلى اللقاء